السلام عليكم يا الاحباء بزول فلاوين والا اليوم جبت لكم الوصفة لوبيا ماشتو بنينا بزا بزا فنوري لكم طريقتي كيف شدرتها حكي نزينها شوية بالبطاطة المقلية اهنا شديد المقلة ده شوية سمن شوية زيت دقيقة دمات شوية سمن ناكل شوية زيت اهنا قطعة ثلاثة بصلات على الشكل تشكتوكا نقليهم مليح مع الزيت وثمن دقيقة ما ثلاثة بصلات ناكل شوية هنا الحباب بدأت شوية صدر الداجج قطعتها على شكل شرائح اللي تحب ديري ما تحجماتش دقيقة ما ثلاثة بصلات در كاراني نزيد لها شوية 1 ثلاثة سنة تعثم دقيقة 1 ثلاثة بصلات نقليهم مليح مليح لازم يتقللوا مليح هنا الحباب قطعت ثلاثة بصلات طوماطيش على شكل شرائح دقيقة ما ثلاثة بصلات نقليهم مليح مع البصل والجاج طوماطيش دور كندير توابيل شوية كوري شوية الملاح شوية فلفل مكسر شوية كوري شوية فلفل خاصة ثلاثة بصلات حانطة ثلاثة بصلات ثلاثة بصلات ثلاثة بصلات شوية شوية أبناء ناعد هذه الوصفة تجربتها للخبار تقدروا توجدها 5 دقائق كنت خار جاكي رجعت لدن خمم وشن طيب إباكوتية لانديرلوبيا زينتها بالبططة مقلية زيت شوية في الفلحار إن شاء الله تعجبكم الوصفة هذه الحباب انتلاقوا في الوصفة أخرى إن شاء الله إن شاء الله كنت تعجب لاغوستة ينمالي لاغوستة إن شاء الله هكا تديروش فيا سالاتة بتنسوني شفلي لايك انتاعكم والبرتاج من فضلكم إلى اللقاء